اكتر وجبة منحتار فيها لما نبدأ دايت هي وجبة اللفطور انه اول ما فيه انه النوم شو ناكل شوشي الممنوع والمسموح وهيك شوية اسئلة تتراود على زهننا فانا جيتكن اليوم بافكار للسندويشات عن جد كتير ع السولين وهيك بيحسسوكن انه انتو عن جد ما نكون عاملين دايت ابدا بس لازم نراعي شوية شغلات رح اذكرن بالفيديو خليكن معي بالنسبة لنشويات اللي رح نلف فيها السندويشات بهالفيديو هي خبز التورتيلا الاسمر ما يكون ابيض ودائما لما تختاروا اي نوع خبز اقرأوا من الخلف مخلف الكيس سعرات الحرارية لكل حصة لما يكتبوا كل حصة فيها عدد كزا من السعرات الحرارية معناها كل الرغيف فيه كزا من السعرات الحرارية فدائما ننتبهوا على السعرات ومو بس الخبز يعني اي شي بالدايت لازم ننتبه على موضوع السعرات الحرارية لحتى هيك نضل من ضمن الرنج اللي مسموح لنا فانا اليوم اختارت خبز التورتيلا فيكن تختاروا الخبز الاسمر العادي خبز الدقيق الاسمر بس ممنوع منعن باتن انكن تختاروا خبز الفينو او السمون او ما بعرف شو يقولوا له السندويش اللي هو منفوش تمام وممنوع كمان تختاروا خبز الدقيق الابيض لازم نتفع على هاي النقطة فانا صندويشات اليوم صندويشاتي بصراحة المفضلين والمميزين واللي انا ما بستغني عنهم عملتهم بخبز التورتيلا الاسمر كل حصة من الخبز التورتيلا هاد في 189 سعرة مع المكونات اللي رح احشيها بقلبهم رح يكون تقريبا حدود 300 لل350 سعرة حرارية وهذا الرقم كتير مناسب للفطور بالدايت فمتل ما شفتوا اول شي هيك بعين نقطة المركز وبعمل خط وبعدين بقسم هيك بعيني الرغيف لاربع اقسام وبحط بكل قسم الشي اللي انا بحبه انا حطيت جبنة الاريش غير مملحة وحطيت طماطم وفلفل اخضر وحطيت كمان نوعية جبنة تانية هي الجبنة السائلة ومتل ما شفتوا طريقة اللف كيف هيك منطوي الاطراف الاربع على بعضهم لحتى تصير معنا مثل شكل المسلس وخلص هيك بتكون السندويشة صارت جاهزة طبعا اذا بدكن اختياري انكن هيك تعملوا له مثل تحميص على تشوها يعني على الشواية بصراحة رح تعطيها نكة هيك وارمشة كتير رائعة ولذيذة بتحسوا مثل كأنه هيك عم تاكلوا برغر او شي هيك انتوا طالبينه من برا يعني مو كأنه شي عاملينه بالبيت ابدا السندويشة التانية عملت كمان بحشوة كتير مميزة ورائعة وصراحة كتير مفضلة عندي وهي الزعتر حطيت معلقة كبيرة من الزيت الزيتون ما تكتروا زيت زيتون لانه بيحوي سعرات حرارية كتيرة بس المعلقة من الزيت الزيتون يعني هي ضمن الرنج اللي متل ما حكينا انه صندويشة تكون من 300 ل350 سعرة حطيت بربع الرغيف الزعتر مع الزيت الزيتون وحطيت طماطم حطيت كمان خمس حبات من الزيتون هيك مشرحين حطيتهم وحطيت دبس اللي فلي فلي معلقة تمام؟ فيكن طبعا انتو تغيروا بالمكونات فيكن تحطوا خيار فيكن تحطوا فلفل اخضر فيكن تحطوا اي شي هيك انتو حابين تضيفوه للزعتر صراحة هي الصندويشة مع كاسة الشاي ولا اروعي يعني انا كتير كتير بحب الزعتر فطاير الزعتر بالعموم فانا احسن ما روح اشتري فطاير من برا او اعملهم بالبيت بالعجين اللي هو يعني فيه نسبة نشويات عالية وبيرفع الانسولين بطريقة رهيبة فانا عملته على طريقتي وهيك يعني ضليت بالسيف ايريا مثل ما بيقولوا الصندويشة الثالثة كمان حشوتة مميزة انا جبت المرتديلة او السنيورة بيقولولها كل بلد بيقولولها شي معين بس هي اللانشون يعني بالعموم جبت شريحة يعني هيك ما بتطلع حتى 15 غرام او 20 غرام وكمان هيك حطيت يعني متل ما بيقولوا نص معلقة او يعني هيك عن ريحة من ال مو مايونيز هو الرانش سوس بس اذا ما متوفر طبعا مايونيز ممكن وحطيت كمان شوية كتشب شريحتين جزار كمان نص بندوراية شرحتها وجبت كمان بيضة مسلوقة شرحتها كمان حطيتها بالربع الرابع هاي الصندويشة بالتحديد هي قيمة غزائية عالية لانها بتحوي على البيض المسلوء يعني البروتين او نسبة البروتين فيها عالية فيها الياف وكمان فيها نشويات يعني هاي الصندويشة اللي بيدي عبارة عن وجبة متكاملة بامتياز فيها كل العناصر الغزائية اللي يعني بيتطلبها جسمنا بالوجبة الواحدة طبعا فيكم نتحمسوا الصندويشات بطريقة تانية انو تجيبوا مقلاية البيض العادية وتسخنوها عن النار هيك وبصدت تحمى وتوصل لدرجة حرارة مناسبة بتحطوا الصندويشات هيك وتقلبوهم لحتى توصل هيك لدرجة شقار مناسبة وبس هذا كان فيديو اليوم هيك خفيف نضيف وشوية افكار لصندويشات انا بصراحة مفضلين عندي وحبيت شاركها معكم شكرا لاستماعكم والسلام عليكم